ازاي ان انا حقق الف ومشترك وارباح تلاف ساعة بسهولة من الفيسبوك والاعلانات تنزل على قناتي ولو انا قناتي مفاعلة ازاي ان انا ازود المشاهدات وازود المشتركين وقناتي تكبر كل ده هنتعلمه النهاردة ازاي ان احنا نعمله من منصة الفيسبوك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل المتابعين قناة العلم والتجونيجي على اليوتيوب انا معكم المهندس مهاني سليمان ان شاء الله النهاردة بشرح معاكم طريقة كويسة جدا ان انت تستفيد من الفيسبوك في ان انت تحقق الشروط اليوتيوب اللي هي الف ومشترك وارباح تلاف ساعة ولو انت قناتك مفاعلة هتستفيد ان انت هتستفيد مشاهدات وتستفيد كمان مشتركين وبالتالي قناتك تكبر وارباحك تزيد طيب الطريقة دي احنا نتعلقها مع بعض ونشرحها دلوقتي بالتفصيل طب واحد يقول طب ايه المشكلة ما ناخد الرابط وحطه على الفيسبوك وهيجي لمشاهدات المشكلة ان انت لما تحط الرابط على الفيسبوك سواء كان في حساب او كان في صفحة او كان في جروب اي حد بيضغط على الرابط اللي انت بتحطه ده بيوجهه للمتصفح مش بيوجهه للتطبيق بتاع اليوتيوب وبالتالي لو هو ضغط عليه مش هيجي لك مش هيتحسب لك ولا دقيق ولا هيتحسب لك ولا هيقدر يعمل سبسكرايب في قناتك لو فكر انه يعمل اشتراك مش هيقبل يعمل اشتراك يقول له ايه يقول له سجل دخول يوتيوب او سجل دخول حسابك وبالتالي طبعا هو بيكسل يسجل دخول حسابه وبالتالي هو هيشاهد ويطلع وانت مش هستستفيد اي شيء ولا حتى يقدر انه هيعمل لايك للفيديو اللي انت رفعته لكن انت احنا دلوقتي هنقول لكم طريقة ان انت الرابط اللي انت هتحطه او اللينك اللي انت هتحطه سواء كان تحطه في الاكاونت بتاعك او ببيتجين تعملها او بي اه على اي جروب من الجروبات الموجودة على الفيسبوك اي حد يضغط على الرابط يتحسب لك مشاهدة او هيتحسب لك كمان وقت ومشاهدة لهو اكمل الفيديو ويقدر ان هو يعمل اشتراك ويعمل كل شيء بدون ما يدخل حسابه ولا اي شيء هيكون الرابط جاهز معه خليكم معنا ويلا ندخل على الكمبيوتر سواء كان من الكمبيوتر او من الموبايل هو نفس الطريقة يلا اترجزهم على كده واللي احنا نقوله ده نفزوه ان شاء الله بإذن الله الطريقة نكحة وينسجل رابطها وشغالة كويسة جدا احب اذكركم ان فيه جيفاوي او مسابقة بنعملها مع كل فيديو جديد احنا بنرفعه الجيفاوي ديت او المسابقة ديت بتكون موجودة في التعليق المثبت تحت الفيديو هتدخل على التعليق المثبت تحت الفيديو هتلاقي فيه المسابقة موجودة تمام مع كل فيديو احنا بنعملها وكل الناس اللي كسبوا معنا اخذوا الجواز بتاعتهم فتقدروا تدخلوا على التعليق المثبت وتشوفوا المسابقة الموجودة تمام يلا ندخل على الشرح سواء ان انت داخل من الموبايل او من الكمبيوتر هتضغط على الرابط ده هيكون موجود في الوصف تحت الفيديو وهتدخل عليه وتنفذ اللي احنا بنقوله ده مش هفيش اختلاف من الموبايل والكمبيوتر طيب احنا هندخل على الموقع ده كده زي ما انتوا شايفين تمام اسمه بيك سي زي ما انتوا شايفين كده هيكون موجود في الوصف تحت الفيديو طبعا فانت هتاخد اي رابط اي فيديو عندك على القناة وتبدأ ان انت تدخله هنا هناخد رابط احنا مثلا الفيديو لنا هوت نبدأ ناخده كده نسخ تمام ونبدأ ندخله على الموقع هنا في المستطيل انتوا شايفينه ده هنبدأ نعمله لصق هنا تمام لو انت من الموبايل هتدغل بصبعك مطول هتبدأ تعمله لصق وهنا او انا هعمله من هنا كده بالطريقة ديات وهيبدأ ان هو يعمل جينيريت او يعمل ايه يجيب لك لينك تاني هتاخده وتدخله انت على الفيسبوك لان انت لو خدت الرابط مباشرة بتاع اليوتيوب ده بتاع الفيديو وحطيته على الفيسبوك مباشرة انت مش هستبيد مشهادته لأي شيء غير لو الشخص اللي هو ضغط عليه ده عمل دخول لحسابه ومعظم الناس طبعا بتكسل هو بيشوف الفيديو وبيطلع وخلاص فاحنا عايزين احنا نديوله الرابط جاهز بحيث ان هو احنا نستفيد احنا عايزين احنا كأصحاب قنوات احنا نستفيد تمام طيب انا دلوقتي زي ما انتم شايفين على الشاشة كده اظهر قدامي هوات اعرف ويفها موضاعي في المشتركين ومشاهدات قناتك بسهولة ده فيديو احنا عاملينه على القناة عندنا هتبدأ ان انت تطلع فوق كده ثواني هتلاقي هنا في موجود هنا هتبدأ ان انت تعمل نسخ نسخ ليه الرابط اللي طلع ده بعد ما انا عملته نسخ ادخل بقى في اي مكان احطه الرابط ده احطه على البيتش احطه على الاكاونت احطه على اي جروب في اي حتة ابدأ انشره ويا سلام ان انت تكون عامل كمان هتكون عامل كمان انت صفحة وعمل لها ربط مع صفحة فيسبوك يعني بيتش ورابطها مع قناتك على اليوتيوب طيب الصفحة دي نربطها ازاي نربطها ازاي في فيديو هتلاقي موجود معاكو هنا او يظهر معاكو هنا في علامة الايفو وهيكون موجود في وصف تحت الفيديو فيديو قديم احنا عاملينه وطريقة كويسة جدا ازاي انك تربط مبيل اليوتيوب والفيسبوك بحيث ان انت هيظهر عندك ايكونة كده في الفيسبوك في صفحة الفيسبوك البيتش يعني وخلي كمان صفحة الفيسبوك كده بنفس اسم قناتك هتلاقي كل الفيديو بتظهر فيها بس مش بتظهر على الموبايل كويس فانت هتروح انت مساعد معاها كمان بان انت تاخد الرابط بتاعت الفيديو اي فيديو ترفعه وتروح ادخله على الموقع ده وهتروح انت مطلعه وحطه على الصفحة اذا صفحة عندنا مثلا هي على الفيسبوك ازاي موضعنا كده على الشاشة دي صفحة هي تسمي العلم والتكنولوجيا هنبدأ نعمل هنا انشاء منشور تمام دي صفحة نها على الفيسبوك وابدأ اعمل لصق هنا للرابط اللي انا طلعت لما اعمل لصق للرابط اللي انا طلعته ده من الموقع هيزر قدامي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين تمام هبدأ ان انا اعمله ايه هبدأ ان انا اعمله نشر جاري النشر هوت تم نشره لو انا بقى دلوقتي لو انا دلوقتي دغطت عليه لو انا دغطت عليه هيدخني مباشرة على اليوتيوب مش هيسألني في اي شيء شوفوا هنا هوت عملي اعادة توجيه مباشرة للفيديو زي ما انتم شايفين على الشاشة كده وبالتالي انت هتحسب لك مشاهدات ويتحسب لك وقت مشاهدة وكمان لو حد عايز يعمل سابسكرايب لو حد عايز يعمل سابسكرايب هيروح ضغط على الاشتراك اللي بيكون موجود هنا وهيعمل سابسكرايب وتستفيد من كأنه فاتح بالضبط من على استوديو اليوتيوب يبقى انت حاكتين هتعملهم اي فيديو ترفعه هتبدأ انك تدخله على الموقع اللي احنا شرحنا ده بسهولة خالصة هوت من غير ما تعمل عليه اي حساب ولا اي شيء هتفتحه على طول وتضغط عليه وتبدأ تدخل الرابط وتاخده تحطه على الصفحة الجيدة اللي انت عاملها او تحطه على صفحتك لو انت مستخدم حسابك الشخصي اللي هو الاكاونت بتاعك بتحط عليه فيديوهاتك تمام؟ بس في ناس بتحب انها تفصل مبين حسابها الشخصي ده وتعمل صفحة تانية باسم ايه؟ باسم القناة بتاعتها يكون نفس الاسم يعني احنا صفحتنا اسمها العلم والتكنولوجيا وبرضو القناة بتاعتنا اسمها العلم والتكنولوجيا تمام كده؟ وتعمل ربط للبيتج ديت والفيديو موجود هتعمل ربط الاتنين مع بعض تمام؟ كده بحيث ان انت الفيديو بينزل بشكل تلقائي في الصفحة بتاعتك دهيت لما بتعملهم ربط مع بعض بينزل بشكل تلقائي بس طبعا بيبقى لازم يضغط على ايكونة اليوتيوب اللي موجودة جهة الصفحة فانت بتساعد معاها عشان تستفيد اكتر بان انت تحط الرابط ده كويس كده يا جماعة؟ طيب وتحطه بقى على الجروبات وتحطه على الكون انت عندك وتحطه في كل مكان تحطه وتبعته للناس على ممكن تحطه على تويتر تحطه في اي مكان الرابط شغال ما فيش اي مشكلة ونسجر رابطه وكويس جدا تمام كده؟ في ناس يا جماعة في ناس استخدموا الطريقة دهية وكان كل فيديو بيعملوه بيحطوه على الفيسبوك حققوا الشروط بسرعة جدا يعني في ناس بيقول انهم حققوا الشروط في شهر او شهرين عن طريقة بالطريقة دهية ليبقى لان احنا بنحط روابط بس بنستفيدش مشاهدات هو دلوقتي منصة الفيسبوك او البلاتفورم بتاعت الفيسبوك قوية جدا لو انت نشرت في كل مكان وعملت عنوان قوي وعملت صورة مسغرة قوية اللي احنا حطينا قدامك دي على الشاشة تمام بتشد الانسان اللي هو ايه اللي هو بيشوف الفيديو قدامك اللي قدامه يعني وبالتالي انت هتستفيد من كل ايه من كل اتجاهات مشتركين مشاهدات وقت المشاهدة يعني انت هتفعل قناتك ولو انت كنت مفعل قناتك وبالتالي هيجيلك ارباح اكتر يعني احنا لو نشرنا احنا مثلا قناتنا مفعل لو احنا نشرنا كتير على الفيسبوك بهذه الطريقة لو بنصح نفسي قابلكم الارباح عندنا طبعا هتزيد لان اي حد ده هيعمل هيعمل كليكة على الرابط بيحسب لنا كمشاهدة احنا بنخفل على الموضوع ده ومش مهتمين بالفيسبوك قوي لكن هو منصة كبيرة لو احنا استخدمناها صح لو احنا استخدمناها صح هنسبد منها كتير تمام كده لو انت المحتوى قنات العلم والتكنولوجيا وانت مهتم به الربح من النت واليوتيوب وكل ما يخص التحديثات بتاعة النت وبنشرح برامج لو انت مهتم بالامور دي كلها لو انت عاجبك الفيديو اضغط لايك لو انت عندك مقترح او مطلب او اي شيء انت عايزه تقدر تطرق تعليق لينا تحت الفيديو ده وихنا ان شاء الله بنرد عليك تمام كده? في نصا تلبوا مننا نعمل فيديوهات تانية عن اشياء تانية اه ان شاء الله هنعملها احنا بنرفع على المنتدى بناخد اراء الناس في الفيديوها apa ان شاء الله محدش يزعل ان شاء الله بنعمل فيديوهات بس اه يعني بنشوف الاشياء اللي هي تفيد الناس كلها في فيديوهات تفيد الناس معينة لكن في فيديوهات تفيد الناس كلها معظم الناس عايزة تحقق الشروط فانتوا يستخدموا الطريقة دي يا جماعة ان شاء الله وتحققوا الشروط واتمنى ان شاء الله يشوفكم في فيديو تاني على خير بإذن الله واتمنى لكم الخير والسعادة يا ربي كده وتحققوا كل أحلامكم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته